خمسون عاما مضت على هذا المشهد كان فصلا مجيدا من التاريخ الذي صنعه اليمنيون في ظل وعي استثنائي بهويتهم الضاربة الجذور ثلاثة أعوام من الثورة المسلحة في وجه الاستعمار البريطاني كانت مساحتها اليمن كله وليس ردفان أو عدن فاليمن الجمهوري في الشمال تحول إلى مدد لا ينقطع لثورة الرابع عشر من أكتوبر التي توجت نضال الشعب اليمني في الجنوب بالاستقلال في الثلاثين من نوفمبر عام الف وتسعمائة وسبعة وستين تعود اليوم هذه الذكرى في ظل تحولات خطيرة في مسيرة الوطن يتكرس في ظلها الاستقلال كمفهوم ملتبس خصوصا عندما يتعسفه البعض في محاولة لتوصيف هذا النزوع نحو معانادة التاريخ عبر تكريس الهويات الجهوية والسياسية الضيقة خلف انسحاب آخر جندي بريطاني من عدن ثقيلا من التبعات التي أمكن تجاوز معظمها على الرغم من أن بريطانيا أبقت شكلا في فاضا من وحدة سياسية غير ثابتة الجذور أسوأ ما يتجلى من تلك التاريخة ما نراه من محاولة طائشة للمضي في الاتجاه المعاكس للمسار المفترض للصيرورة التاريخية التي تموضع اليمن في سياقها بلدا موحدا وديمقراطيا وثائرا لنفسه من المشاريع السلطوية عبر ربيع سلمي ثائر تعددت أسماؤه لكنه احتفظ بمعنى واحد هو التغيير عادا التي ازدهت بدحر الاحتلال تنوء اليوم بثقة للتعدد الصارخ والمتناقض والمتوتر للقوى العسكرية والأمنية الموكلة إليها مهم الضبط الأمن والاستقرار في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد مونع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر من الذهاب إلى معسكر صلاح الدين حيث كان يفترض أن يحتفل مع اليمنيين بالذكرى الخمسين للاستقلال المجيد اعترضته مجاميع مسلحة تعمل تحت مضلة الحزام الأمني وأفشلت إقامة الاحتفال وهو أمر لم يكن يتوقع أحد حدوثه ثمة معركة لم تحسن بعد في عدن أساسها الانتصار للتاريخ وللهوية وتتولد معها الأسئلة عن مغزى هذا الصمت الذي يظهره التحالف تجاه مهمة تفتيت الدولة والشرعية والاستقرار في الجغرافية التي يدعي أنها محررة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر